نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمراً لدعم صوت الصحافة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني يأتي هذا تزامناً مع ذكرى اليوم العالمي لتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين تزامناً مع ذكرى اليوم العالمي لتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمراً لدعم صوت الصحافة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني المساندة سواء بالدعم القانوني بالدعم المهني اللي بيحصل في النقابة أو بإعلان الصوت للزملاء الذين دفعوا السمن على الأرض بشكل أو بواخر هذه الرسالة نقول لهم نحن معكم ندرك أننا معهم بأضعف الإيمان الحقيقة لأن كنا نريد أن نفعل ما هو أكثر من ذلك الحقيقة أننا نتعامل في إطار القدرات وفي إطار ما نستطيع أن نفعلها لكن كنا نتمنى أن نتجاوذ ذلك لأكثر مما هو هذه الرسالة لأننا لم ننسى أكثر من 130 شهيدا تضمن المؤتمر شهادات حية من قلب غزة لصحفيين فلسطينيين قد عشرات الأيام تحت القصف الإسرائيلي وشهادات عن مصابين فلسطينيين من صحفيين لفتح جرائم حرب الإبادة التي تشنها قوة الاحتلال هذا ليس بعدوء طبيعي إنما هو إجرام قميء يدخل فيه كل أصناف ومسميات ودرجات ومستويات الإجرام الممكن أن يستخدمها المرء اليوم لوصف ما يحدث في قطاع غزة من إبادة حقيقية متوحشة استمرار سياسة الاستهداف للصحفيين الفلسطينيين من قبل آلة البطش الإسرائيلية منذ أكثر من 150 يوما شهدنا حالة الاستهداف المتواصلة للصحفيين الفلسطينيين وبشكل عنيف جدا المؤتمر أدان أكبر جريمة سجلها التاريخ الحديث بحق الصحفيين حيث سشهد عشرات الصحفيين من غزة أثناء كشفهم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والذي يحاول كتم صوت الحقيقة 145 يوما من العدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة تم فيهم استهداف ما يزيد عن 130 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في قطاع غزة بما يخالف كافة المواثيك والشرائع والقوانين الدولية ما دفع نقابات الصحفيين في الوطن العربي ونقابة الصحفيين المصرية في القاهرة إلى اتخاذ قطوات تضامنية وفتح جرائم الاحتلال التي تقوم بها في قطاع غزة من مقال نقابة الصحفيين المصرية في القاهرة أحمد الحسيني التلفزيون المصرية